في ذروة تنسداد أفق الحل بين الشرعية والانتقالي المدعوم إماراتيا على خلفية تعثر تنفيذ اتفاق الرياض وصلت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند إلى العاصمة المؤقتة عدن زيارة وإن بدت غير مهمة على صعيد احتواء التوتر في جنوب اليمن بالنظر إلى طبيعة الأزمة والفاعلين فيها فهي تحمل رسالة استكشاف غايتها حسم النزاع أو تجميده بغرض توحيد الجهود للعمل باتفاق استوكولم وهو الاتفاق الذي أشرفت السويد على توقيعه بين الشرعية وميليشي الحوثي قبل أكثر من عام وكان فاتحة دخولها في قائمة الوسطاء الدوليين في اليمن تأتي هذه الزيارة في ظل غياب رئيس الحكومة عن المدينة منذ أسابيع وسيطرة المجلس الانتقالي عليها وفشل اللجان المكلفة بتنفيذ اتفاق الرياض كما تأتي أيضا بعد جولة بدأتها الوزيرة السويدية من الرياض والتقت فيها الرئيس هادي ووزير خارجيته لبحث إمكانية تجاوز العثرات في هذا الاتفاق والتفرغ للعمل بالاتفاق الأهم تقول مصادر حكومية إن زيارة ليند تأتي في سياق الضغط الدولي على المجلس الانتقالي الرافض لتنفيذ الاتفاق وتفادي السقوط مجددا في مستنقع الاقتتال والفوضى كما تتزامن أيضا مع نشاط مماثل في عمان ترعاه الأمم المتحدة بمشاركة مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أوروبيين لا يعرف ما إذا كان هذا النشاط وتلك الجهود قادرة على إزالة هذا الانسداد أو تحريك المياه الراكدة لكن الواقع يقول إن السلام في اليمن كما الحرب كلاهما لا أفق واضحا له أكان ذلك مع الانقلابيين في صنعاء أو المتمردين في عدن